السلام عليكم وعزائي الطلاب استكمالاً لما سبق هنتكلم على عامل المكملة بمعنى المعادلات التفاضلية غير تامة هنحول نحول المعادلات التفاضلية الغير تامة إلى معادلات تفاضلية تامة باستخدام عامل معين اسمه عامل المكملة بمعنى إذا كان معنا المعادلة التفاضلية BXYDX زائد QXYDY سوف يصف معادلة تفاضلية غير تامة بمعنى مشتقة ال-B بالنسبة لل-Y لا يساوي مشتقة ال-Q بالنسبة لل-X لأنه يوجد معامل نسميه ميو أو ميو في X و Y لما نضعب الميو ده في المعادلة الأصلية 1 تصبح بالشكل ده هنقول إن المعادلة التفاضلية دي معادلة تفاضلية تامة بمعنى مشتقة ده كله ده بالنسبة لل-Y يساوي مشتقة ده كله بالنسبة لل-X تعالى نشتق إحنا عندنا الميو ده كله في ال-X و-Y مشتقة ده بالنسبة لل-Y يساوي B مشتقة ال-MU بالنسبة لل-Y زائد ميو مشتقة ال-B بالنسبة لل-Y وإذا نشتقة ده بالنسبة لل-X يبقى q مشتقة ال-MU بالنسبة لل-X هنجلبها النحية الثانية تيجي بالنقص زائد ميو مشتقة ال-Q بالنسبة لل-X لما تيجي النحية الثانية بعضه تيجي بالنقص يسوي صف. هنجمع الحدود يبقى ميو بي وي ناقص كيو اكس يساوي كيو في مشتاقة الميو بالنسبة لأكس. زائد ناقص بي مشتاقة الميو بالنسبة لأي. حسب الميو بقى. لو الميو دالة في اكس بس يبدأ يسوي صف. لو الميو دالة في الواي بس يبدأ يساوي صف. تعال نشوف. بمعنى هوا. اذا ازا كاننا مع عمل المكاملة دالة في ال اكس بس. فاننا. هنحصل على لقاء دي. نعمل نكامل يبقى الميو يساوي تكامل. تكامل. آآ. الميو يساوي اي اوس تكامل بي واي ناقص كيو اكس على الكو دي اكس. اýا بي و والكيو ستي مشتاقة جزئية بالنسبة لل وي مشتاقة جزئية بالنسبة اللي اي اكس ابنت ان ن fått عمل مكاملة للن dadoين في الواي. هنحصل على الصغة دي. تعال نشوف مسألة اوجد حل المعلقة التفاضلية دي احنا عندنا البي البي اللي هي يساوي 4XY تربيع نقص X تربيع زائد 3Y والكيو يساوي 2X تربيع Y زائد الـ X تعال نشتاق مشتاقة البي بالنسبة للـ Y يساوي كام 8XY زائد 3 مشتاقة الـ Q بالنسبة للـ X يساوي 4XY زائد 1 طبعا ده غير متساوي إذا معدلة تفاضلية غير تام تعال نقول BY نقص QX يساوي ده أنا أقصده يساوي كام يساوي 4XY زائد 2 لما نقسم على الـ Q هنا نقسم على الـ Q معناها هي نقسم على الـ 2 X تربيع Y زائد X لو يساوي 2 على X ده اللي هو ده اللي هو هنكمله عشان نوجد عامل المكاملة بمعنى بمعنى BY QX المعادلة التفاضلية غير تام جبنا احنا العلاقة ده هنجب الميو بقى الميو نجب هاي ميو يساوي E X يساوي X تربيع X يساوي X تربيع إذن ده هو عامل المكاملة لما نضرب X تربيع في المعادلة كلها تصبح المعادلة تفاضلية تامة تعال نشور ضربت كلها في X تربيع ضربت كل المعادلة في X تربيع تعال نكامل العلاقة اللي هنا قبل كده هنكامل ونلغي الحد من الحدود المتشابهة هنا هنكمل بالنسبة X وهنا هنكمل بالنسبة Y نحصل على إيه تكمل ده بالنسبة X تكمل ده بالنسبة X يساوي تعال نكمل ده ونشوف إذن يحصل تكمل ده بالنسبة X يبقى X قصة 4 Y تربيع نقص X قصة 5 على 5 زائد كام زائد X تكعيب Y طب تكمل ده بالنسبة Y نشوف يبقى X والسابعة Y تربيع زائد X تربيع Y في حدود مشترق ده الحد ده مشترق اهو والحد ده مشترق نفس الكلام نقص حد واحد منه بس إذن يبقى الحل بتاعنا هو ده هو ده بالضبط X والسابعة Y تربيع نقص X والسابعة على 5 زائد X تكعيب Y يسوي سابت طبعا هي الده الصغر المسلع للحل نشوف مثال تاني أوجد حل المعادلة التفاضلية دي كوزين Y دي X سائد X سائد Y ناقص واحد دي في الدي Y سوى صف طبعا زي ما قلنا هنا نشتق ده بالنسبة نشتق ده بالنسبة لل Y لل Y يساوي سائد Y بالناقص طبعا نشتق ده بالنسبة لل X يساوي سائد Y اهو اهو طب نعمل ايه بعد كده نعمل ايه بعد نقول BY نقص QX على على ال B يساوي نقول BY ناقص QX يساوي ناقص اثنين سائد Y هنقسم بقى هنقسم على ده يبقى BY ناقص QX على ال B يساوي ناقص اثنين سائد Y على ايه على كوزين Y ده عامل المكملة طبعا لما نحسب عامل المكملة اهو بالشكل ده يبقى يساوي EOS اثنين عشان في ناقص اصلا في القانون الأصلي يبقى يوساوي EOS اثنين 10Y اللي هو تكمل عادي بسك تربيع Y نضغى بسك تربيع في المعادلة كلها نحصل على معادلة تفاضلية تام نحصل على معادلة تفاضلية تام ونكامل عادي ونلغي الحدود المشتركة بالشكل يبقى X سيك Y ناقص 10Y يساوي سابت هو حل المعادلة التفاضلية رؤيتم اشتركوا في القناة